مرحبا بكم وإلى نشرة الأخبار بعث صاحب سمو الشيخ خليفة بن زايدة لانهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس اسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي وذلك بمناسبة عيد استقلال بلاده كما بعث صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي راهلا وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايدة لانهيان وليعهد بضابي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقية تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس اسماعيل عمر جيلة بتوجيهة من صاحب اسمو الشيخ خليفة بن زايدة لانهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب اسمو الشيخ محمد بن زايدة لانهيان وليعهد بضابي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايدة لانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايدة لانهيان للأعمال الإنسانية أطلقت المؤسسة الليلة الماضية حملة توزيع الطرود الغذائية على العائلات المحتاجة في محافظات قطاع غزة وقال مصدر المسؤول في المؤسسة إن هذه الحملة والتي انطلقت من محافظة خان يونس ستشمل كافة محافظات غزة الخمس وعلى مدار الأيام القادمة وسيستفيد منها ما يقارب 15 ألف أسرة في القطاع وأوضح أن الحملة تتم في العشر الأواخر من شهر رمضان يستفيد منها أكبر عدد ممكن من الأسر المحتاجة مشيرا إلى أنه تم البدء بالتوزيع يوم أمس في محافظة خان يونس بمعدل 2800 طرد غذائي على الأسر المحتاجة شهد صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله يوم أمس في قصر الرئاسة في العاصمة أبوظبي وبحضور اسم الشيخ حمدان بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية واسم الشيخ منصور بن زايدال انهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة توقيع اتفاقية تنفيذ المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد المكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 800 ميجاوات بنظام المنتج المستقل وقع الاتفاقية مع الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة رئيس مجلس إدارة مصدر وسعادة سعيد محمد الطاير العضو المنتدى بالرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي حيث سيتولى بمجاب الاتفاقية لإتلاف الذي تقوده مصدر ويضم شركة FRV الإسبانية ومجموعة جرانسولار تنفيذ المرحلة الثالثة من المجمع ومن المقرر أن يتم بدء تشغيل المرحلة الثالثة من المجمع بحلول عام 2020 تزامنا مع تنظيم معرض إكسبو الدولي 2020 في دبي التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايدال انهيان ولي عهد أبوظبي نائب والقائد الأعلى للقوات المسلحة في العاصمة أبوظبي مساء أمس تبادل سموهما الحديث حول عدد من القضايا الوطنية التي تدخل في إطار اهتمامات سموهما من أجل تعزيز التلاحم الوطني وتوفير كافة مقومة وسبل العيش الكريم لأبناء وبنات الوطن على امتداد مساحة دولتنا الحبيبة وقد عرب سموهما عن اعتزازهما بالتكافل الاجتماعي بين مختلف شرائح وفئات وأفراد مجتمعنا العربي المسلم والذي تجلت مظاهره في شهر رمضان المبارك شهر الرحمة وتسامح دعيان الله العلي القدير أن يحفظ دولتنا وقيادتنا الرشيدة من كل سوء ومكروه ويعيد هذه المناسبة المباركة على شعبنا بالخير والتقدم والرخى حضر اللقاء الفريق سمو الشيخ صيف بن زايدال انهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايدال انهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايدال انهيان ولو عهد أبوظابي نائب والقائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظابي عدد من القرارات بشأن أكاديمية رابدان نصت القرارات على تعين مطر سالم علي الظاهري والدكتورة النجوة محمد الحوسني وأنور عثمان الباروت البارودي أعضاء بمجلس الأمناء أو أمناء الأكاديمية والسيد جيمس مورس رئيس للأكاديمية والدكتور فيصل عبيد حسن العيان نائبا للرئيس كرم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد لمعلى أضو المجلس العلى حاكم الملجوين الليلة الماضية بقصر سموه عددا من الأيتام والمعاقين الذين ترعاهم مؤسسة السعود بن راشد لمعلى للأعمال الخيرية والإنسانية وذلك ضمن مبادرة سموه لتكريم الأيتام والمعاقين التي ترعاهم المؤسسة ووجه سموه المؤسسة بتلبية احتياجات الايتام والعناية بهم في جميع المجالات الصحية والتربوية المجتمعية اللازمة وذلك من أجل أن يشق طريقهم في الحياة بنجاح باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من المجتمع ودع سموه إلى تواصل أفراد المجتمع مع هذه الشريحة المهمة بما يساهم في رعايتهم وتنمية قدراتهم وتأهيلهم قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صغر القاسم عضو المجلس العالى حاكم رأس الخيمة واجب العزاء إلى أسرة قرقاش في وفاة المغفور لهم محمد عبدالخالق قرقاش وأعرب وسموه عن خالص تعازيه خلال زيارة مجلس عزاء الفقيد بمنطقة الحمرية في إمارة دبي إلى معالي الدكتور أنوار بن محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون الخارجية وإلى ذوي وعائلة الفقيد سائلا الله تعالى يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد براشد المكتوم وليعهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم 31 لسنة 2016 بتعيين أحمد محمد عبدالله أحمد الحمادي مديرا تنفيذيا لقطاع النشر بمؤسسة دبي للإعلام على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية قدم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي وليعهد الفجيرة واجب العزاء إلى أسرة قرقاش في وفاة المغفور له محمد عبدالخالق قرقاش وعرب سموه لعهد الفجيرة خلال زيارته بمجلس العزاء اليوم أو أمس بمنطقة الحمرية في إمارة دبي عن خالص تعازيه إلى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وإلى ذوي وعائلة الفقيد سائلا الله تعالى يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فزيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان بحثت معالي الدكتورة مل عبدالله الكبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي خلال لقائها في مقار المجلس في العاصمة أبوظبي سعدت مايا جوهر تيسافية سافرة سويسرا لدى الدولة بحثت سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين الجانبين بما يعزز التطور الذي تشهده العلاقات القائمة بين دولة الإمارات والاتحاد السويسري وحرص قيادتي وحكومتي البلدين على الدفع بها قدما واستغلال الفرص المتاحة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياسية والسياحية والثقافية وفي مجالات الابتكار والبحث والعلوم والطاقة المتجددة جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تطوير التعاون البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب السويسري من خلال تبادل الزيارات وتعزيز التنسيق خلال المشاركة في فعاليات الاتحاد البرلماني الدولي والاتفاق على ضرورة إنشاء لجنة صداقة برلمانية بين المجلسين ووجهت معالي الدكتورة لقبيسي دعوة رسمية إلى معالي كريستان مارك فالدر رئيسة البرلمان السويسري لزيارة دولة الإمارات والمجلس الوطني الاتحادي وللمشاركة في قمة رئيسات برلمانات العالم قدم سمو الشيخ الزعب بن زيدال انهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي واجب العزاء في وفاة محمد عبدالخالق قرقاش جاء ذلك خلال زيارة سموه مساء أمس لمجلس عزاء الفقيد من منطقة الحمرية في إمارة دبي وأعرف سموه لمعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ولعائلة الفقيد وأبنائه وعموم أسرة قرقاش عن أحر التعازي وصادق المواسات دعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان كرم الفريق اسم الشيخ سيف بن زيدال انهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في حفل أقيم في العاصمة أبوظبي مساء أمس الأحد عددا من الوزرات والمؤسسات الوطنية والإعلامية والمشاركين والمستضيفين والإعلاميين في مجالس وزارة الداخلية الرمضانية والتي أقيمت هذا العام برعاية من مكتب شؤون أسر الشهداء ثم نسموه حرص الجميع على إنجاح المجالس والمشاركة فيها ما أسهم بتعزيز التعاون والتواصل وتبادل الأراء لمواجهة التحديات وتقديم المقترحات التي تعزز من جودة الخدمة وتكريس استقرار المجتمع وأمنه ليكون الجميع شركاء وفاعلين في مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد بفضل قيادتها الاستثنائية الحكيمة حضر الحفل معالي الشيخ لبن القاسمي وزيرة الدولة للتسامح ومعالي السلطان بن أحمد الجابر وزير الدولة ومعالي شمس هيل المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل هيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء والفريق السيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية وعدد من كبار المسؤولين ومستضيفون مجالس وممثل الجهات الحكومية المشاركة في المجالس الرمضانية وعدد من ضباط وزارة الداخلية والمدعوين والضيوف وشاهد سموه والحضور فيلما تسجليا استعرض لقطات من أبرز مدار في المجالس الرمضانية والتي عقدت هذا العام على لطاق واسع على مستوى الدولة وما تناولته من موضوعات ونقاشات وما توقفت عندها من محطات ثم تفضل سموه بتقديم شهادات الشكر والتقدير للمستضيفين والإعلاميين المشاركين تأكيدا من سموه على أن المجتمع الواعي والإعلام الهادف يمثلان أحد أهم الركائز الرئيسة لدعم مسيرة الأمن والاستقرار في الدولة وفي لفتة أبوية استحب سموه أثناء الحفل طفلين نوف محمد التي كانت قد عرضت أو تعرضت لمعاملة أسرية سيئة وعامر عبدالله المطيري الذي فقد عدد من أفراد أسرته أثناء حادث أليم إلى منصة التكريم تجسيدا للقيم الإنسانية التي يتحلى بها سموه كما التقط سموه صورة خاصة مع الإعلام الكفيف أحمد الغفلي الذي كان أول إعلامي من ذوي الاحتياجات الخاصة يؤدير مجلس للداخلية والذي استضافه في وقتها اللواء خميس مطر لمزينة قائد عام شرطة دبي ونزل سموه من على منصة التكريم لتقديم الشهادة للغفلي والتقاط الصورة معه أكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أن النقاشات والحوارات التي شهدها دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي تبرز العلاقة المتميزة بين المجلس والحكومة والتي أصبحت تشهد نموا وتطورا كبيرين في طريقة طرح القضايا والتعامل معها وإيجاد الحلول العملية والفعالة لمتطلبات واحتياجات المواطنين وبما يتناسب مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وبينت معاليها في تصريحات بمناسبة اختتام أعمال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس عشر أن برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بنزايدا لنهيان رئيس الدولة حفظه الله بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين لتأسيس دولة الاتحاد يشكل منهج عمل لتطوير أو للتطوير المستمر والدائم للتجربة البرلمانية والارتقاء بها بما يصب في خدمة الوطن والمواطن والارتقاء بالمجتمع الإماراتي إلى أفضل المستويات أدت مبادرة زايد العطاء ثلاثة ملايين ساعة تطوع محليا وعالميا في مساهمة منها لتخفيف من معاناة ملايين الأطفال والمسنين من مختلف دول العالم بحسب التقرير السنوي الذي أصدرته المبادرة أمس تزامنا مع اعتفالات الدولة بيوم زايد الانساني وأبرزت تقرير الدور الريادي لشباب الإمارات في مجال الخدمة المجتمعية والانسانية محليا وعالميا في مختلف المحافل الدولية من خلال التطوع في نموذج مميز ومبتكر للعمل الإنساني يحتذا به عالميا ومحليا اقتصاديا إلى آخر أغلاق للمؤشرين المحليين باللول الأخضر اليوم أما الآن نتابع وإياكم درجة الحرارة العظمى والصغرى لليوم ترجمة نانسي قنقر نهاية الناشرة أشكركم لحسن المتابعة وبنلقاكم على خير بإذن الله